يستمر مدنا المباشر مشاهدين واهتمامنا دائما بعافية المشاهد الكريم تتنوح فقراتنا ولكن الأهم هي الصحة المشاهد الكريم في مجالات مختلفة وتخصصات مختلفة نأخذكم الآن في جولة صحية مباشرة من خلال هذا التقرير مشاهدين حالات البتجينة في علاقة الطبيعي نحن بناخدها من ناحية أقسام فمثلا في قسم العظام أغلب المرضى اللي بيجونهم عبارة عن حالات الانزلاغ الغضروفي حالات خشونة المفاصل وحالات مثلا ما بعد الكسور بالنسبة لنا أو بنقول عليه هو تيبس المفاصل أو للة الحركة في المفصل كذلك بالنسبة لنا الكتف المتجمل مثلا بكل حالات بيجينا في علاقة الطبيعي علاجة بيكون كيف عن طريق مثلا أجهزة معينة بتقلل الألم أول حاجة وبعد ذلك بيحاول نعمل بعض المكملة الساخنة أو الباردة حسب الحالة لتقليل الشد العضلي الموجود وبعد ذلك بيكون في تمارين علاجية معينة بالنسبة لقسم العظام إذا جينا مثلا لقسم آخر مثلا قسم النساء والتوليد أو قسم المخوة العصاب فقسم المخوة العصاب بيجينا حالات كثيرة مثلا حالة الشلل بأنواعها أو الجلطات أو بالنسبة لنا اعتلال أطراف العصابة الطرفية دي كل المريض بيجينا في المجمع بعاني من قلة حركة أو قلة إحساس قلة الحركة وقلة القوة العضلية بتأدي إلى ضعف الحركة وقلة التوازن فالبروتوكول العلاجي بالنسبة له أول حاجة تقوي العضلات دي سواء كانت في الأرجل أو في الأطراف العلية أو في الأطراف السفلة لحد ما يصل لمرحلة معينة من التغوية بعدها يبدأ مرحلة التوازن وقلة المشي في مجمع سفانة مثلا المريض بيجينا على الكرسي المتحرك فالحمد لله بيصلي مرحلة إنه يطلع هو متحرك أو ماشي يعني أضعف الحلول إنه يمشي بمشايا أو بمساعدة ذلك من أهضل فبيكون العلاج على هيئة التنشيط كهربائي للعضلات بعدها تماريل المشي بعدها تماريل التوازن وعندنا صالة معينة معدة بإنها تتناسب مع حالة المريض فتاني عندنا قسم الأطفال وده قسم معد بيزاته يعني مهيئ بيستقبل حالات كثيرة جداً جداً من حالات الأطفال وأهم حاجة بالنسبة للأطفال إحنا نقول البداية السريعة للعلاج تدينا النسجة أفضل ونتمنى من الأمهات يكون عندهم الوعي الكامل بأنه لازم الطفل يحتاج علاج طبيعي فما يتأخروا عشان نصل للمراحل كويسة ونتائج مرضية الأطفال بيجون أغلبهم هم نس حالات الشلل الدماغي بكل أنواع اللي هي بتأثر على الضعف في عضلات الأرجل في عضلات الأيادة قلة النمو وقلة الحركة وكذلك مثلاً تأخر الجلوس والمشي بالنسبة للأطفال بنبدأ معاون العلاج تدريجياً على أنه يبدأ تقوية في جسم الطفل عموماً بتمارين رياضية معينة ودائماً الأطفال بنبدأ عن كل الأجهزاء الكهربائية العلاج هو عباله بتمارين بحث وبالتالي دور الأم مهم جداً في أنه تحفظ كل التمارين وتحاول تكررهم معهم في المنزل بعدما يتحرك الطفل ويبدأ يستعيد قوته بيكون في تمارين للتوازن ونخليه يعيش حياة مريحة بوضعه المناسب معاه بعض الأطفال بيشفوا تماماً نتيجة لحالات خفيفة معينة لكن بعض حالات الشلل أو الدماغي أو قلة الحركة بصورة واضحة بنصل معاون لصورة معينة من العلاج التي تكون مرضية للمريض والأم بحيث أنه نقلل الملعب الموجود عليها والطفل يعيش مرتاح بقدر الإنكام ترجمة نانسي قنقر